موسيقى رئيس مجلسي القيادة الرئاسية استقبل المبعوثين الأممي والأمريكي موسيقى اللواء البحسنية زوروا رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية ويطمئن على صحته موسيقى رئيس الوزراء استقبل في عدن السفير الفرنسي لدى بلادنا موسيقى وتتابعون في هذه النشرة أيضا محافظ حضر موت يؤكد خلال لقائه ممثلي الجمعيات السماكية والصيادين أن المواطنة والصياد في أولوية اهتمام السلطة موسيقى موسيقى أهلا بكم استقبل رئيس مجلسي القيادة الرئاسية ومعه أعضاء المجلس سلطان العرادة دكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جرونت بورغ للبحث في مستجدات الملف اليمني والجهود الأممية المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء لأحياء مسار السلام في اليمن واستمع رئيس مجلسي القيادة الرئاسية إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص حول نتائج لقاءاته الأخيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي وفرص البناء عليها لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية على الطعاة الجاد مع المبادرات والبساعي الأقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة وأكد الرئيس العليمي التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل ودعم جهود المبعوث الأممي في مسعاه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الرئيسة المتعلقة بالحفاظ على السلم والأبر الدوليين كما استقبل فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلسي القيادة الرئاسي ومعه أعضاء المجلس سلطان العرادة دكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيموثي ليندر كينغ والسفير الأمريكي ستيفن فاجن للبحث في مسجدات الجهود الإقليمية والدولية وطلع رئيس وأعضاء مجلسي القيادة الرئاسي على نتائج الاتصالات الدولية التي تشارك فيها الولايات المتحدة في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية إزاء جهود تجديد الهدنة والبناء عليها من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمنى وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية ورحب فخامة رئيس بكافة المساعي الحميدة لتحقيق السلام الشامل والمستدام بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا داعيا الوسيطة الأمريكي والمجتمع الدولي إلى التعامل بحذر مع ما تطرحه الميليشيات الحوثية ودعمها الإيرانيون كما تطرق اللقاء إلى نتائج مؤتمر مانحي خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن والجهود المطلوبة لحشد المزيد من التمويلات التقى فخامة رئيسي مجلسي القيادة الرئاسي دكتور رشاد محمد العليمي قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طيار فائز منصور التميمي في العاصمة السعودية الرياضة في إطار زيارة اللواء التميمي لها بعد تلقيه دعوة رسمية من المجلس الرئاسي وتعرف فخامة الرئيس العليمي من اللواء التميمي على الدور الذي تقوم به المنطقة العسكرية الثانية وحاجتها لمنظومة دفاعات عسكرية حديثة في الموانئ البحرية وتحديدا بمحافظات حضر موت والمهرى وسقطرة وقدم اللواء التميمي تقريرا عما قدمته قيادة المنطقة العسكرية الثانية من دور في إلقاء القبض على العديد من المطلوبين في قضايا الإرهاب والمخدرات وبسط هيبة الدولة واستثباب الأمن والأمان شاكرنا لفخامة الرئيس دوره الكبير ودعمه اللامحدود ووقوفه التام مع حضر موت أرضا وإنسانا قام عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج سلمين البحسني بزيارة إلى رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن عويضان سالم عويضان في منزله بمنطقة ريدة الجهيين في مدرية غيل بن يومان بحضر موت البحسني اطمأن على صحة اللواء الركن عويضان بعد انتهاء رحلته العلاجية التي شملت عدة دول والتي تكللت بالنجاح وعودته إلى أرض الوطن استعدادا لبدء ممارسة مهامه العسكرية رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الثانية وهنى اللواء الركن البحسني رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية بمناسبة نجاح رحلته العلاجية ناقلا له تحيات فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلسي القيادة الرئاسي وعضاء المجلس وتمنياتهم له بدوام الصحة والعافية ومواصلة العطائي في السلك العسكرية قال عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فارش سلمين البحسني إن أمنى واستقرار محافظة حضرموت والدفاع عنها وحمايتها من أي اعتداءات حوثية أو خارجية أمانة في أعناق قوات النخبة الحضرمية جاء ذلك خلال كلمة أثناء زيارة قام بها اللواء الركن البحسني إلى معسكر الأدواس التابع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية حيث كان في استقباله قائد المعسكر المقدم بدر الحامدي وضباط المعسكر ونقل البحسنية التهاني والتبركات من فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي وعضاء المجلس إلى قيادة المعسكر ومنتسبية بقرب حلول شهر رمضان المبارك وأشاد اللواء الركن البحسني بمستوى الانضباط في المعسكر والحس الأمني واليقضة التي يتمتع بها الأفراد ما أدى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات الأمنية خلال السنوات الماضية حيث تنقيادة المعسكر على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت التقى عضو مجلسي القيادة الرئاسية اللواء الركن فرسل من البحسني عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالية الجنوبي العميد أحمد بامعلم لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والدولية وجرى خلال اللقاء تطرقه إلى مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية على مستوى المحافظات الجنوبية وتطول الأوضاع السياسية الدولية خصوصا ما يخص الاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية خلال شهرين وأشار عضو مجلسي القيادة الرئاسي لأن التطورات الدولية ستنتج عنها ظروف جديدة لتقديم القضية الجنوبية وإنصافها بحلول تستحق مكانتها التاريخية داعيا المكونات الجنوبية كافة إلى توحيد الجهود والتحضير للمشاركة في تمثيل القضية الجنوبية والدفاع عنها استقبل رئيس مجلسي الوزراء دكتور معين عبد المالك سفير جمهورية فرنسا فرنسا الصديقة لدى بلادنا جان ماري صفا ووفد وزارة الخارجية الفرنسية الذي يزور عدن حاليا حيث جارت مناقشة الجوانب المتصلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وطلع رئيس الوزراء من الوفد الفرنسي على افتتاح حاضنة ساند بوكس في عدن بدعم فرنسي لرواد الأعمال الشباب لتشجيع روح المبادرة والطاقة الإبداعية والابتكارية للشباب اليمنية إضافة إلى نتائج اللقاءات التي عقدوها خلال الزيارة الحالية وتطرق اللقاء إلى المسجدات الجارية على الساحة الوطنية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والدعم الدولي المطلوب في هذا الجانب وتطرق دكتور معين إلى ما حققته الحكومة من نجاحات على صعيد تنفيذ الإصلاحات والحاجة الملحة للإسناد الدولي من شركاء اليمن في التنمية هذا وجدد السفير الفرنسي موقف بلاده الداعم للحكومة للقيام بواجباتها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاحات شاركت الجمهورية اليمنية في اجتماعات الدورة العادية السادسة عشرة للمكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب المنعقد في العاصمة الكويتية بوفد ترأسه وزير الاعلام والثقافة والسياحة نائب رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب معمر الأرياني وفي كلمته خلال الاجتماع استعرض الأرياني ما تعرضت له المؤسسات الاعلامية اليمنية من تدمير ممنهج من قبل الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران مطالبا بموقف عربي موحد لإدانة انتهاكات الميليشيات الإنقلابية لحق المؤسسات الاعلامية والصحفيين الذين يقبع العشرات منهم في سجونها منهم أربعة يواجهون حكم الاعدام وثمن الارياني جهود الأشقة في المملكة العربية السعودية في دعم المؤسسات الاعلامية الحكومية للقيام بدورها في نقل حقيقة ما يدور على الأراضي اليمنية وكشف الممارسات الطائفية للميليشيات الإنقلابية وتزييفها لوعي النشأ والشباب في مناطق سيطرتها بحث محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلة مع المدير التنفيذي لشركة الغاز بالجمهورية المهندس محسن وهيط تداعية أزمة الغاز البنزلي التي انعكست على المواطنين وعلى وجه الخصوص في محافظة حضر موت وفي اللقاء الذي حضره وكيل محافظة حضر موت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيك نوقشت أسباب الأزمة وتأثيرها على محافظة حضر موت وكمية الاحتياج بالمحافظة والمعالجات العاجلة لانفراجها وأكد محافظ حضر موت أن السلطة المحلية باشرت منذ بداية الأزمة في وضع معالجات رقابية لتعزيز كمية الغاز المنزلي الواصل للمحافظة إذا أن كمية الطلب تزايدت بسبب النزوح الكبير على المحافظة التي تضاعف عدد سكانها نعكاسا لحالة الاستقرار الذي تنعم به ما أدى إلى أزمة خانقة على منها المواطنون وشكر المحافظ تجاوب المدير العام التنفيذي لشركة الغاز بالجمهورية لتفاعله ونزوله الميداني إلى المحافظة للإطلاع عن كثب على الانعكاسات الأزمة والوقوف على المعالجات العاجلة لانفراجها هذا وأكد المدير التنفيذي لشركة الغاز أن زيارته لمحافظة حضر موت تأتي للإطلاع على احتياجات المحافظة تلبية لدعوة محافظ المحافظة لتدارس حجم الاحتياج والوقوف على المعالجات بالتعاون بين السلطة المحلية بحضر موت وقيادة الشركة وأوضح المدير العام لشركة الغاز بالجمهورية أنه تم النزول إلى منشآت محطتي بروم وريان وجرى التوجيه باعتماد كمية خاصة من الغاز لكبار المستهلكين وتعزيز الكمية الواردة لمحطة بروم مع اعتماد تموين خاص للمؤسسة العسكرية مشيرا إلى أن فريقه المرافقة من شركة الغاز سيبقى في حضر موت للرفع بتصور متكامل لحجم الاحتياج والمعالجات على مستوى المحافظة وأكد المهندس هيطن الأزمل في طريقها للانفراج وتعود أسبابها إلى العجز في الإنتاج الكلي للشركة الذي يغطي سبعين بالمئة فقط من الاحتياج الفعلي لجميع المحافظات نحن الحقيقة اليوم سعداء بوجود الأخ محسن وهيطي مدير شركة الغاز والأخ محسن يتفاعل معنا دائما عندما نتواصل إليه الأزمة خانقة في البلاد جميعها ولكن لمحافظة حضر موت خصوصيتها خصوصا والنزوح الكبير التي شاهدته مدد محافظة حضر موت الرئيسية نتيجة استقرارها وهذا مثل ما يقولون ضريبة الاستقرار الأخ محسن اليوم أتى ليرى في محافظة حضر موت بالعين بالعين جرال لا بد أن يكون هنا يعني لا بد أن ينظر إلى الوضع الحالي في محافظة حضر موت وما تعيشه من أزمة خانقة في هذه المادة الأساسية التي لا شك أنها تعم الجمهورية ولكن هنا أكثر مثل ما قلنا للنزوح الكبير طبعا هو زار المنشآت اليوم ومثل ما أخبروني الأخوة أنهم عملوا عدد من أوصى بعدد من النقاط لألية توزيع الغاز ولكنه يبقى الحل في النسبة التي ستكون لمحافظة حضر موت وهو تفهمها يعني نحن طرحنا لنقاط لا أريد أن أضعها هنا ولكن هو تفهمها وأوعدنا بأنه سيساعد على حل الأزمة بل أنه سيأمر بعض من الأخوة ومن الفريق الذي آتوا معه بالبقاء في محافظة حضر موت حتى يتم معالجة هذه الأزمة الخانية أكرر الترحيب به وهو في بلاده وهو يعمل جاهدا قد كان في عدن وطلبناه أو دعوناه إلى محافظة حضر موت ولبت دعوه وأتى اليوم وهو في بلاده في محافظة حضر موت ليعيش هذه الأزمة ويعمل على حلولها مع الفريق الخاص بهذه الأزمة من محافظة حضر موت وعلى رسم وكيل المحافظة للشئون الفنية والفريق الآخر التقى محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي مساء أمس بالمكلة ممثلية الجمعيات السمكية وجمعيات العباري والمعيرين وممثلين عن شريحة الصيادين على امتداد الشريط الساحلي بالمحافظة وناقش اللقاء ووضع القطاع السمكي وتدارس نتائج خرار وزارة الزراعة والري وثروة السمكية بمنع تصدير الأسماك والسبل الكفيلة بدراسة مخرجات ومعالجات تخدم المجتمع والصيادين وفق مبدأي لا ضرر ولا ضرار واعتماد لوائح واضحة لتنظيم عمليات الاستيادة واستمع المحافظ بشكل مستفيد من موثلية الجمعيات والصيادين إلى أهم مشكلات الصيادين ومطالبهم إزاء قرار منع تصدير وأكد محافظ حضر موت أن السلطة المحلية لا تستقصد أحدا وتنظر بعين واحدة تجاه المواطن والصياد معا ولا تقبل الإضرار بالمواطن ولا الصياد ولم تفرض أي قيود أو سعر محدد على الصياد عند بيعه لمنتجاته من الأسماك في مواقع الإنزال ولكنها ترفض بشدة الفارق الكبير بين سعر الأسماك في أسواق الإنزال وبين بيعه للمواطن في أسواق الأسماك مؤكدا أن الهدف الأساسي لسلطة المحلية هو توفير الأمن الغذائي من الأسماك للمواطنين بهامش ربح مقبول حتى يحصل المواطن على قوة أولاده اليوم من الأسماك بسعر مقبول هذا وشدد المحافظ على الالتزام بلوائح الاستياد والحفاظ على ثروتنا السمكية قائلا من المعيب أن يمالس بعض صيادين عادات تقتل مراعين السمكية وثروتنا القومية فيمارسون الحوي في بحرنا أمام مرأة ومسمع بقية الصيادين والجمعيات السمكية دون أن يوقف أحد هذا العبث وأكد المحافظ أن المصلحة العامة للمواطن والصياد تتصدر اهتمام السلطة المحلية لكن توفير الأسماك للمواطن في السوق المحلي ومراقبة أسعارها هو الأساس وستقف السلطة المحلية مع الصيادين للبحث عن آليات تضمن عدم الإضرار بمنتجاتهم أو تضررهم وجرى في الاجتماع الاتفاق على تكليف لجنة لاعتماد آلية واضحة تضمن في المقام الأول توفير احتياجات المواطن من الأسماك في السوق المحلي بهوامش ربح مقبولة كما جرى خلال الاجتماع تنظيم اللوائح المتعلقة بعملية الاستياد للحد من العبث بالتروة السمكية وإيجاد حلول استراتيجية لخزن الأسماك وتوفيرها خلال مواسم الوفرة والندرة وإقرار معالجات سليمة تضمن مصالح المواطنين والصيادين على حد سواء قتام النشر متابعين إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيسه مجلسي القيادة الرئاسية استقبلوا المبعوثين الأممي والأمريكي اللواء البحسنية زوروا رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية ويطمئنوا على صحته رئيس الوزراء استقبلوا في عدن السفير الفرنسي لدى بلادنا محافظ حضر موت وأكد خلال لقائه ممثلية الجمعيات السماكية والصيادين أن المواطنة والصياد في أولوية اهتمام السلطة ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التلفزيون حضر موت تمتم في أمان الله شكرا على حسن المتابعة اشتركوا في القناة